ومن كريات شمونة ينضم إلينا مرسلنا أدهم حبيب الله أهلا بك أدهم أدهم لربما كما نشاهد أن تتواجد في مكان سقوط الصاروخ في كريات شمونة لتنقل لنا الصورة حيث تتواجد وتطلعنا كذلك على آخر التطورات الميدانية تفضل نعم نحن نتواجد هنا في منطقة سكنية في إحدى الحارات في مدينة كريات شمونة التي تعرضت اليوم لوابل من الصواريخ كما تشاهدون هذه إحدى البنايات التي تعرضت اليوم إلى حجم كبير من الدمار نتيجة سقوط صاروخ هذا الصاروخ يعني اللورين الذي سقط في هذه النقطة تحديدا نحن نتحدث وفق هنا التقديرات الأمنية وأيضا من تحدثت معهم يقولون بأن هذا الصاروخ والذي يعني يبلغ أكثر أو قرابة 200 كيلو على الأقل يزن 200 كيلو استطاع يعني من خلال السقوط في هذه المنطقة تحديدا بأن يحدث العديد من الدمار والأضرار أيضا في داخل هذه المنطقة كما تشاهدون يعني إلى جانب أيضا نقاط أخرى اليوم يعني استطاعت عدة صواريخ أيضا السقوط لا حديث عن كتيوشا على فكرة يعني الحديث هنا عن صواريخ أكثر نوعية لربما سقطت لأول مرة وفق التقديرات يعني أحدثت أضرار كبيرة جدا في المباني في هذه المنطقة بالإضافة إلى ذلك يعني الحديث على أن منظومة القبة الحديدية فشلت أيضا باعتراض هذه الصواريخ وأيضا يعني على الأقل يعني وفق أصل من المصور أن يتقدم وفق التقديرات يعني يقولون بأن على الأقل يجب التعامل أكثر من قبل القبة الحديدية مع تلك الصواريخ ولكن على ما يبدو بسبب يعني عدم وجود السكان في هذه المباني لربما لكانت الأضرار أكثر بكثير على مستوى القتلى الإسرائيليين أيضا يعني كما تشاهدون ليست هذه المنطقة لوحدة هذه على فكرة هذه المنازل هي منازل مأخولة بالسكان ولكن تم إخلاءها في بداية هذه الحرب بالإضافة إلى ذلك يعني كما تشاهدون هنا عملية الدمار في تلك المنازل التي نشاهدها هنا التي تعرضت يعني نظر من المصور أن يتقدم أيضا يعني انظر فقط صاروخ واحد سقط في تلك المنطقة كم من الأضرار أحدث خلال هذا اليوم في تلك المنطقة هذا يدل على أن الترسانة الصاروخية التي يتحدثون عنها والتي يمتلكها حزب الله بإمكانها التأثير أيضا على المنازل وأيضا على الأضرار التي نشاهدها يعني فقط من يدخل إلى تلك المنازل يشاهد كيف استطاع الصاروخ أن يؤثر على مبنى المنازل من الخارج وأيضا على حجم الدمار الذي أحل في بعض المنازل وأيضا على بعض المباني تحديدا نحن نشير ونتحدث بأن هذه المنازل تم تشيدها مجددا يعني هي مباني جديدة وليست مباني قديمة يعني سقوط صاروخ مثل هذا النوع يعني بالتأكيد له تداعيات كبيرة جدا على مستوى البنية التحتية وأيضا الدمار الذي يحل بالمنازل وأيضا بالتأثير يعني هناك أيضا اليوم يعني كما تشاهدون أعمال الصيانة التي يقومون بها من أجل إعادة الإنارة في ذلك المنزل هي جميع هذه كلها يعني تأتي يعني ضمنها أنا سأطلب للمصور أيضا أن يعرض الصورة هنا على هذا البناية يعني العديد من المنازل لا حديث فقط عن منزل واحد وأيضا نطلب للمصورة أن يقترب من هذا المكان لنشاهد على فكرة يعني قبل قليل هناك غضب أيضا من السكان في الجبهة الداخلية تحديدا في سكان الشمال الذي نقاله يعني بأن الحكومة الإسرائيلية على ما يبدو يعني نسيت سكان تلك المنطقة لا تتعامل بجدية مع ما يحصل هنا في الحدود الشمالية لسيما وأن لورينا اليوم نحن نتحدث عن مقتل مدني مواطن من هضبة الجولان كان يعمل هنا قريبا يعني من منطقة قريبة جدا من المصانع وهو يعمل هناك في تلك المناطق علما فقط نذكر بأن السكان يعني خارج مدينة كريات شمونال الشهر السادس على التوالي وأيضا في هذه النقطة نصب أيضا من المصور أن يأتي أيضا نقول يعني بأن رئيس بلديات كريات شمونال اعتقد اليوم أعضاء الكنيسة قال بأنهم يعني لا يهتمون بمنطقة الشمال على فكرة المعارضة الإسرائيلية اليوم قدمت مقترح أيضا تطالب بجلسة عاجلة وقامت بالتوقيع على عريضة تطالب بجلسة طارئة للحكومة الإسرائيلية للاستجواب على ما يحصل في الشمال هناك من يرى بأن الحكومة لا تتعامل بجدية حتى اللحظة مع هذه المسألة لذلك يعني نحن نشاد ليس فقط هنا يعني انظروا على سبيل المثال إلى هذا يعني الصور الواقي الذي بني هنا كيف يعني استطاعت تدميره هذا الصاروخ ونحن نتحدث فقط في مبنى سكني واحد على الأقل هناك عدة مباني أيضا تدمرت وتعرضت لحجم كبير من الدمار قبل قليل يعني كان هناك رد من قبل الجيش الإسرائيلي بغارات على منطقتين نحن نتحدث عن منطقتين في منطقة النقورة على ما أعتقد وهناك بيان يقول بأن الجيش الإسرائيلي استهدف يعني قرابة عشرة أشخاص على الأقل قتل من خلال هذه الغارات عشرة عناصر تابعون لحزب الله نعم أدهم نكتفي بهذا القدر من كريات شموني وتحديدا من داخل المبنى مبنى سقوط الصاروخ الذي أطلق من جنوب لبنان تجاه كريات شموني أدام حبيب الله شكرا جزيلا لك